عرفنا المواسسات التربوية لكن ما طبيعة هذه المواسسات التربوية وما أهميتها في الواقع تتحدد طبيعة المواسسات التربوية وأهميتها في النقاط التالي أولاً هذه المواسسات من جهة طبيعتها هي أنها مواسسة اجتماعية بحيث لم تنشأها كذا من فراغ وإنما أنشأها وأسسها المجتمع وحينما نقول أنشأها وأسسها المجتمع يعني أنشأتها المجموعة التي ننتمي إليها يعني الكل الاجتماعي هو صاحب الملكي على هذه المواسسات وهو بالتالي أنشأها لغرض معين لم ينشأها هكذا للاعتباط أو للعب أو للهو بل بالعكس ثانياً كونها مؤسسات متنوعة ولا تقتصر فقط على المدعس سنرى فيما بعد معنى هذا التنوع في المواسسات التربوية ثالثاً في طبيعتها كونها مؤسسات يرتادها الأطفال والشباب من مختلف الأعمار فهي ليست فقط موجهة بشريحة واحدة بل هي تستقطب عدة شرائح وحرفائها من أفراد المجتمع ومن أبناء المجتمع هم يعني متنوعة الأعمار وطبعاً والجنس طبعاً رابعاً كونها تقدم وظائف تربوية وتعليمية قلنا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وذلك عبر برامجها الخاصة والمختلفة يعني كل هذه المؤسسات تقريباً تشترك في الوظيفة العامة لها وهي تقديم مادة تربوية تعليمية تسعى إلى تحقيق نفس الهدف وهو الهدف التربوي الاجتماعي كذلك في طبيعة هذه المؤسسات وأهميتها نجد كونها تشتغل وفق لوائح وأنظمة أساسية خاصة بها كل تقريباً مؤسسة من هذه المؤسسات التربوية الاجتماعية إلا ولديها قانون خاص بها ينظم طريقة عملها وينظم طريقة أدائها لأهدافها وينظم كل مستوياتها وكل طريقتها في تسييرها وفي ضبط مشغلها الإدارية والمالية وكل هذه الأمور أيضاً من طبيعة المؤسسات التربوية كونها يتم تسييرها من قبل كادر مختص بها في الأساس أو في الأصل لكل مؤسسة من هذه المؤسسات التربوية كادر مؤهل علمياً واجتماعياً لإدارتها من أجل طبعاً تحقيق أهدافها كاملة كذلك من طبيعتها أن هذه المؤسسات تختلف أهميتها وفق وضع المجتمع واتجاهاتها الثقافية والسياسية والعقادية والاقتصادية وغيرها المجتمع يبني مجموعة من المؤسسات يضع مجموعة من المؤسسات هذه المؤسسات لها درجة أو لها سلم من الأهمية حسب الأهداف التي تحققها كل مؤسسة طبعاً في جميعها أهداف تربوية ولكن قد يكون الهدف التربوي هنا جزئي يعني محدود وهنا قد يكون الهدف شامل وكل هنا قد يكون هذا الهدف التربوي ومس مثلاً شريحة صغيرة العدد لكن مثلاً هنا بعض المؤسسات التربوية الأخرى تكون عظيمة العدد فلذلك المستوى الأهمية للمؤسسات التربوية يختلف حسب اختلاف اتجاهات المجتمع الثقافية والسياسية والعقادية والاقتصادية التي ترتب هذه المؤسسات كذلك في طبيعة المؤسسات التربوية وأهميتها أن تلك المؤسسات تعمل على تحقيق وحدة المجتمع الثقافية والعقادية والفكري وتعمل إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين أدوار جميع هذه المؤسسات التربوية من أجل هدف كبير هو الغرض الأول والأساس للوجود الاشتماعي وهو السعادة المدنية كما عبر عن ذلك بشكل كبير وبشرح كبير الفيلسوف أبو نصر الفرابي حول أراء أهل المدينة الفاضلة يتحدث فيها عن السعادة المدنية إذن هذه هي طبيعة المؤسسات التربوية وأهميتها في هذه القائمة التي رأيناها